اشتركوا في القناة طبعاً نحن البحرين تعودنا كل سنة عن سنة السباق يصير أفضل من اللي كان عليه من ناحية التنظيم ومن ناحية السباق نفسه دايماً نشوف المفاجآت في البحرين فالبحرين ما شاء الله الكل راح يتكلم عنها اليوم وباشر طبعاً في السباق لأنه ما حد يدريش قاعد يصير من ناحية من اللي بيكون سريع ومن اللي راح يبين انه هو يعني راح ينفس حق البطولة نعم فدايماً تلاقينا الجمهور متشوقين المذيعين متشوقين في كل العالم اللي بيصير في هذه الحدث اللي احنا بنحضرها ان شاء الله نعم فشي جميل طبعاً ان البحرين تستضيف مثل هذا الحدث عرف الناس على البحرين يعني وخاصة يوم تغير توقيت السباق الى السباق مسائي فقدروا الناس يشوفون البحرين بشكل قير عن قبل بس اي يشوف السباق ويمشي نعم سيد صلاح تحتفل البحرين هذا العام بمرور عقدين على استضافة سباقات الفورميلة وان وخلال هذين العقدين استطاعت ان تثبت نجاحاً على مستوى التنظيمي على مستوى الجماهيري والحضور كيف ترون هذا النجاح خلال عشرين عاماً؟ شيء اكيد طبعاً التعاون بين كل الاطراف من ناحية المارشلز من ناحية الشرطة من ناحية ادارة المرور التنسيق اللي قاعد يصير مو بشي سهل ولا بشي يعني سهل التعامل معاً مثل ما انتعار فالأعداد اللي يات والسيارات اللي يات سواء من الخليج او الأجانب اللي يات مثلاً ومأجرين سيارات فالحركة المرورية ما راح تكون حركة عادية فنشكرهم على جهودهم صراحة الجبارة اللي تخلي كل شي يمر بسلاسة يعني انا حضرت كذا سباق برة وعلشان توصلين الحلبة الوقت اللي ياخذت في السيارة يمكن ساعتين او ثلاث في ازدحام ما نلاحظ هاي الشيء في البحرين كلها بسبب التنسيق بين الحلبة وبين كل الأطراف اللي يخلون كل شي يمشي يعني باحسن خلي نقول سلاسة نعم نتحدث عن كما ذكرنا عقدين من استضافة السباق كيف تنظرون انعكاس ذلك على حتى المعرفة الجماهيرية هنا في البحرين أصبحت من الرياضات ذات شعبية طبعا السباق أول ما ابتدى في البحرين مو كثير من الأهل الديرة يعرفون عن السباق بس اليوم تشوفين لا بالعكس تشوفين ناس يعرفون حتى أسامي المتسابغين أسامي الأفرقاء قبل أتذكر كانوا يعرفون اسم أو اسمين اللي يطلع في الجرائد مثل شوماخر وفراري بس الحين تلاقين مثلا الجمهور متشعب في الرياضة وعند طموح أن هذا الفريق يصير أحسن وعند طموح أن هذا المتسابغ ينتقل إلى فريق ثاني فصار عندهم الخلفية عن السباق مو بس يعني أنه حدث وبس بروح لا رايح متعني لأنه يبي يشوف شيء يصير فهذا شيء يعني وايد حلو الصراحة وآخر عشرين سنة مثل ما قلت لك كل سنة نلاحظ تطور أحسن من السنة اللي فاتت وهذه يعني كلها من جهود الطاقة من اللي قاعد يقوم بهذه الأشياء قايم بالواجب وأكثر الصراحة نعم السيد صلاح محمد صلاح الدين إبراهيم الخبير في رياضة السيارات شكرا جزيلا لتواجدك مرحب يا أهلا